دانيل أورتيغا رئيس نيكاراغوا تولى رئاسة مرتين الأولى بين 1985 و1990 رشح بعد ذلك مرات عدة عام 1996 و2001 لكنه لم يفوز أما الثانية فعام 2006 حين استطاع الفوز في الانتخابات الرئاسية لنيكاراغوا ولد دانيل أورتيغا عام 1945 لأبوين من الطبقة الوسطى اعتقل لنشاطته السياسية عندما بلغ من العمر 15 عاما بداية الستينيات بعد شهور قليلة من دخوله جامعة أمريكا الوسطى في ماناغوا انضم إلى الجبهة الساندينية للتحرير الوطني وبعد أطلاق سراحه ذهب إلى كوبا عاد إلى نكاراغوا للاستمرار في شن حرب ضد الحكومة ترجمة نانسي قنقر